اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً المسألة الأولى لمواطن قطعة أرض مستطيلة الشكل قيس مساحتها بالديكامتر المربع 6 بنى عليها منزلاً قيس مساحته بالمتر المربع 174 ومستودعاً للسيارة قيس مساحته بالمتر المربع 24 أبحث عن قيس مساحة الجزء المتبقي من قطعة الأرض الإجابة لحساب مساحة الجزء المتبقي يجب تحويل وحدة الديكامتر المربع إلى المتر المربع 6 ديكامتر مربع يساوي 600 متر مربع مساحة الجزء المتبقي 600 إلا 174 مع 24 يساوي 600 إلا 198 يساوي 402 متر مربع بلط المواطن من هذا الجزء 152 متر مربع وغرس المساحة المتبقية منه شجيرات مثمرة خصص لكل واحدة منها معدل 1250 ديكامتر مربع كانت مصاريف التشجير على النحو التالي 156 دينار ثمن الشجيرات 15 دينار ثمن كمية من السماد 90 دينار ثمن التريب أبين أن عدد الشجيرات المغروسة 20 الإجابة المساحة المخصصة للشجيرات مساحة الجزء المتبقي إلا مساحة الجزء المبلط 402 متر مربع إلا 152 متر مربع يساوي 250 متر مربع يساوي 25 ألف ديسي متر مربع عدد الشجيرات المساحة المخصصة للشجيرات على المساحة المخصصة للشجيرة الواحدة 25 ألف ديسي متر مربع على 1250 ديسي متر مربع يساوي 20 شجيرة أبحث عن كلفة الشجيرة الواحدة الإجابة كلفة الشجيرة الواحدة ثمن الشجيرات مع ثمن كمية السماد مع ثمن التريب على عدد الشجيرات 156 ألف مليم مع 15 ألف مليم مع 90 ألف مليم على 20 يساوي 261 ألف على 20 يساوي 13 ألف وخمسين مليم ثانياً المسألة الثانية اشترت صاحبة ورشة خياطة لفيفة من القماش طولها 27 متر وعرضها 12 ديسي متر صنعت من هذا القماش مناديل مربعة الشكل لطاولات الأكل قيص ظلع المنديل الواحد 3 ديسي متر فقدرت ثمن شراء القماش بثلاثة أرباع ثمن الكلفة الجملية للمناديل باعت صاحبة الورشة جميع المناديل ب700 مليم الواحد فحققت ربحاً قدر بي 310 مليم في كل منها مما وفر لها ربحاً جملياً قدره 111 ألف وستمائة مليم أبين بطريقتين أو ثلاث طرق مختلفة أن عدد المناديل المصنوعة 360 الإجابة الطريقة الأولى عدد المناديل قيمة الربح الجملي على مقدار الربح في المنديل الواحد 111 ألف وستمائة على 310 يساوي 360 منديلاً الطريقة الثانية نحسب عدد المناديل على طول قطعة القماش طول لفيفة القماش بالدسيمتر على قيص ظلع المنديل الواحد 270 على 3 يساوي 90 دسيمتر ثم نحسب عدد المناديل على عرض قطعة القماش عرض لفيفة القماش بالدسيمتر على قيص ظلع المنديل الواحد 12 على 3 يساوي 4 إذن عدد المناديل يساوي عدد المناديل على طول قطعة القماش في عدد المناديل على عرض قطعة القماش 90 في 4 يساوي 360 منديلا أبحث عن ثمن شراء المتر الواحد من القماش الإجابة ثمن بيع المناديل ثمن بيع المنديل الواحد في عدد المناديل 700 مليم في 360 يساوي 252 ألف مليم كلفة المناديل ثمن البيع الجملي إلا قيمة الربح الجملي 252 ألف إلا 111 ألف وستمائة يساوي 140 ألف واربعمائة مليم ثمن القماش ثمن شراء القماش يساوي ثلاثة أرباع ثمن الكلفة الجملية للمناديل 140 ألف واربعمائة في ثلاثة على أربعة يساوي 421 ألف ومائتين على أربعة يساوي 105 ألف وثلاثمائة مليم ثمن المتر الواحد ثمن القماش على طول لفيفة القماش 105 ألف وثلاثمائة مليم على 27 متر يساوي 3900 مليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسنا كنت آدا